السلام عليكم ازايكم عاملين ايه وربكنوا بخير. ان شاء الله النهاردة سريق. في البارت ده بقى نبدأ ان احنا نتكلم اكتر عن الانترفيو وازاي ان احنا نقدر نعمل الانترفيو مع اليوزر عشان نجيت الريكوارمنتس. انتم نسيين فهي المفروض الشابتر ده كله بيتكلم على الريكوارمنتس انجينير او انجينيرينج. واللي اتكلمنا عن اغلبها في بارت وان وتتكلمنا ان ادرين المهم ومفيد طبعا ان احنا ناخد من اليوزر وعارفنا احنا بناخد الريكوارمنتس من مين وادراقب اصل الى مسئول ان هو ياخد في الشركة والكلام ده. وعرفنا ان احنا مكن ناخد باكتر من طريقة. وطبعا اهم الطرق هي الانترفيو. وعرفنا اصلا يعني انترفيو. ونهاردة بقى نبدأ ان احنا نكمل في اللطيفة دي. عرفنا كمان تمام تمام. اتأكد ان الانتاع ده بيسجل. ان شاء الله. طيب. آآ نبدأ كده بسم الله. آآ النهارده يعني خليكم متحمسين لان النهارده كده احنا بنبدأ ان احنا نتكلم اكتر على الجانب العملي قوي من المادة. آآ يعني النهارده هنتكلم بشك بالنسبة تسعين في المية عن الانتروفيو بروسس كلها. آآ او بروسيز. آآ خدت كورس انجليزي خلاص كده هعرف انت كل الحاجات. آآ هنتكلم اكتر بقى انت ازاي تقدر تاخد تعمل انتروفيو سليم. واللي كلنا مفروض كسوفتوير انجينيرز اللازم هنقعف او اللازم هنقابل موقف من المواقف دي. آآ سواء انت مثلا ان شاء الله ربنا يكريمك قدام ويكون مثلا عندك ومحتاج ان انت تعمل انتروفيو مع آآ كلاينت عشان تعرف ان انت تاخد منه وتبدأ تشتغل على بتاعه. او حتى انت بشخصك لوحدك كده شغال فريلانسر ومحتاج ان انت تعمل انتروفيو مع كلاينت عشان تقدر تاخد كل فيعني دي ممكن اهم يعني ايه؟ هي اهم حاجة. آآ نبدأ على طول بتاعتنا. اول حاجة ان انت تبدأ تحدد الناس اللي انت هتعمل معها الانتروفيو. كويس؟ احنا طبعا هنتكلم على كل يعني كل واحدة من دول الصرايد لوحدة. كويس؟ دول احنا ايه؟ هندوسهم سريعا كده. فاول حاجة تحدد الناس اللي انت محتاج تعمل معهم انتروفيو. تاني حاجة تبدأ ان انت تحدد اهدافك من الانتروفيو ده. تالت حاجة تبدأ ان انت تجهز الأسئلة اللي انت هتسألها جوه الانتربيو رابع حاجة تبدأ ان انت تجهز نفسك للانتربيو وتعرف الشخص اللي انت هتعمل مع الانتربيو ان هو يجهزهم كمان خامس حاجة تبدأ ان انت تعمل فعليا الانتربيو سادس حاجة بعد ما عملت الانتربيو تبدأ تدوكومنت الانتربيو ده او حتى خلال يعني الانتربيو على وانت موجود في الانتربيو بتبدأ تدوكومنت وبعد كده بعد ما تخلص بتبدأ تعمل تاني واخر حاجة خالص ان انت تبدأ في المحل السبعة دي يعني ايه بيعرفك اكتر ازاي توازن نفسك جوه الانتروبيو لو مثلا لو قدر فيه مشاكل فيه حاجة ازاي تتعامل مع المشاكل دي طيب فخلينا نبدأ باول حاجة خالص وهي ان انت تختار الشخص اللي انت هتعمل مع الانتروبيو كويس طبعا مش شرط يكون شخص واحد ممكن يكون محتاج انت تعمل معهم الانتروبيو طيب احنا برضو بنفكر نفسنا احنا ليه قصلا بنعمل الانتروبيو احنا بنعمل الانتروبيو علشان نجد بناءة اسمه ده سيستم ريكويست معين كويس احنا قلنا ان السيستم ريكويست ده ممكن يكون حاجات كتير جدا خلينا نسيمبلفاي قوي الدنيا في الليكشور دي ونقول انه هو عشان تبقى مفهومة لكل يعني بس احنا عارفين انه ممكن يبقى تاسك ممكن تبقى بروسيس بسيطة ممكن تبقى كذا حاجة بس خلينا قو به انا هو برويجيكت فيه كلينت دلوقتي عايزنا ان احنا نعمله برويجيكت فاني محتاج اعمل معي انتروبيو علشان اعرف تحديدا البروشيكت ده بيتكلم عن ايه فاول حاجة خالص احدد الناس اللي انا محتاج اعود معاك فانسا لو انا اعمل سستم the work space فمحتاج ان انا اقعد مع مدير the work space واعمل معي انتروبيو ده اقول واحد ثاني واحد محتاج ان انا اقعد مع ال stuff اللي موجودين في الوركس بيس. محتاج ان انا اقعد كمان مع ممكن اليوزر جوه الوركس بيس. وانا قلت بمثال زي ده قبل كده. الناس اللي موجودة جوه الوركس بيس دلوقتي اعايز اقعد معهم ومعرف ايه المشاكل اللي بتقابلهم ومش عارفة. كل ده كده اعتبر انتروبيو. برضو هنسيمبليفاي الدنيا خالص. ونقول نفترض ان احنا قاعدين دلوقتي مع مدير المكانية. يعني ده ده اللي هو جدا ومحتاج ان انت تطبق كل الحاجات اللي احنا محترم. لان هو في الاخر هو مدير. فلازم ما تغلطش معي يعني. فاول حاجة بنسيلكت الناس اللي احنا نعمل الوانتروبيو. دول زي ما انا لسه قامل شوية بيكون. يعني من شرط يكون المدير بس. اي حد بقى الورجانيزيشن حتى ممكن توصل للاكسترنال. طيب. تاني حاجة بنبدأ ان احنا نحدد الاهداف. او نصيغ الاهداف بتاعة بتاعة الميتينج ده او قصد بتاعة الانتروبيو. انا ليه هعمل الانتروبيو ده. طيب. بيقول لك ان انت بعد ما بتسيلكت الاشخاص اللي انت هتعمل معهم الانتروبيو او الشخص اللي انت هتعمل مع الانتروبيو. لازم بعد كده تحدد الهدف بتاعك. ممكن الهدف ده يكون زي ما لسه قامل من شوية. ان انا محتاج اعمل يعني عشان افهم اكتر بتاعة البروجيكت. ككل كبروجيكت عموما. وممكن يكون حاجة معينة جوه البروجيكت مش مفهومة. فيه معينة جوه البروجيكت انا محتاج ان انا اعمل لها انتروبيو. وده ممكن لو انتو فاكرين ده بيحصل كتير جدا في الاجايل. فانا في الاجايل انا مقسم البروجيكت بتاع لهو كبير قوي. لكزا سبرنت. ممكن كل كامل سبرنت هحتاج ان انا اعمل انتروبيو جديد مع اليوزر. فمسلا اول هبتدي ان انا اشتغل على فهبتدي ان انا اعمل في الاول عشان اعرف متطلبات او بعد كده بعد دول محتاج ان انا اعمل اه انتروبيو تاني عشان مسلا هاشتغل في ايه? في تانيين مسلا. فمحتاج ان انا اعمل وهكذا. فتاني مرحلة بابتدي احدد اهداف الانتروبيو ده ليه? هعمل الانتروبيو ده ليه? تالت حاجة ويمكن دي اهم حاجة موجودة في كلها وهي ان انت بتاعة الانتروبيو. ودي مهمة جدا ولازم نعرف انواع الموجودة وازاي تقدر تختارها عشان تقدر تطلع باكبر استفادة ممكنة من الانتروبيو بتاعك. اول حاجة بيقولك ابعد عن. ايه هو دي? هي الاسئلة اللي ممكن تبني انها متحيزة. يعني انت تسأل سؤال وانت انت شخصيا متحيز الاجابة معينة عايز تسمحها من اليوزر وده غلط. لازم تافويد الكلام ده وليزم تسيب اليوزر يتكلم من غير تكلف ومن غير ما يكون فاكر ان اجابته ممكن تدايقك. خلينا اقول لكم سأل. لو انت مسلا سألت حدي في الكلية قلت له دكتور عمر. قد ايه دكتور عمر جامد مثلا او جميل او كزا. هو الشخص اللي قدامك لو مش بيحب دكتور عمر او مسلا مش بفهم منه او كزا. هيدايق او هيحس ان هو مش المفروض يقول كده. كويس? انت كده ضمنيا بتوجهه ان هو يقولك ان هو جامد جدا. معين هو ممكن ما يكونش ده رأيه. كويس? طيب. ده كده اللي هو ده اللحمر ده بيسموه leading coaching. احنا مش عايزين ده. احنا عايزين مثلا احنا نقوله. what do you think about professor عمر او دكتور عمر. هو ده يتكلم بقى عنه سواء بالاجابة او بالسلم. كويس? يسعلى ده اي اي سؤال تاني ممكن تسأله عن السيستم بتاعك. كويس? فانت ممكن تقوله ايه رأيك مثلا في اللوجين بيتج اللي موجودة دلوقتي في السيستم بتاعك او عايز اللوجين بيتج بتاعتك تكون عاملة ازاي? ده كده سؤال غلط. او 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 قصد انت اه. او السؤال الافضل بقى ان انت تبدأ تتكلم معاه وتقوله اديني امثلة مثلا عن اللوجين بيتجز اللي انت عايزها. طب بتحب يكون في ايه فيها. كذا كذا كذا. تبدأ انت تسأله بشكل او سعيد. طيب. تاني هو. ده ده كنسب تماما جدا ال open ended questions. طيب. ايه هو بقى ده? هو اي سؤال اجابته ما يكونش بقى او لا. ده تلخيصا يعني. فانت شوف كده اي سؤال تقدر تسأله لليوزر ما يكونش اجابته او لا. بس لان انت كده ما استفدتش حاجة يعني انت. ده برضو يعني النوع ده من الاسئلة جاية في اللي جاية بس ده مش اهم حاجة بالنسبة لنا. انت في اول الانتربيو خصوصا بيكون محتاج على قد ما تقدر انت تسيب اليوزر يتكلم. ده في العموم. يعني طول الانتربيو اكبر هدف عندنا ان احنا نسيب اليوزر يتكلم. ما تعدش تسأله اسئلة محددة. لان هيجواب عليك اجابات محددة. وبالتالي. في حاجات ممكن تكون في دماغه زي ما دكتور عمري كانتكلم معنا. في حاجات ممكن تبقى في دماغي اليوزر بسوء بيفترض ان ان انت عارفها. فالحاجات الفتنقه دي انت هتجيبها ازاي? هتجيبها بابن انديند كويتشنز بحيس ان هو يتكلم بعفوية او من غير ما يكون مجهز الاجابة او هي اجابة ورحة وصريحة. خلينا اديكم امثلة لو انت مثلا جيت بتقول سؤال كده مروان انت بتيجي بقى بتسأل مروان انت كنت سعيد النهاردة هل في حاجة معينة حصلت? فاجابتي انا هتكون ايه ليك اه في حاجة كويسة حصلت او لا ما فيش حاجة حصلت عادي. ده سؤال كده انت يعتبر حرفيا ما استفدتش حاجة يعني انت في الاخر يعني ما استفدتش حاجة. طب بتيجي بقى للسؤال اللي هو مش اوبين او هو السؤال اللي هو اوبين انديند كويتشن بيكون عامل ازاي? هاو هاز يور داي بين مروان? فانا ابتدي ان انا ععد احكيي لك انت كانت تسألني يومك انا عامل ازاي النهاردة? ابدأ ابدأ ان انا اقول لك الايجابيات يعني الحاجات اللي حصلت كويسة والحاجات اللي حصلت دايقتني وكذا كذا وابدأ ان انا ععد اتكلم معاك فانت بتستنتج بتبدأ انت تستنتج جديدة خلينا نقول من من كلامي من غير ما انت تتعب وتسألني كذا سؤال. يعني خلينا برضو ممكن نجرب يعني مثلا ممكن انا اسأل احمد احمد انت معايا? احمد. 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 لو انا مسلا سألتك النهاردة هو انت حضرت الاس ايه النهاردة ولا لأ? محاضرة الاس ايه النهاردة مسلا ولا لأ? فاجابتك هكون ايه? او او لا او مسلا. او او لا بالزرق. لكن لو انا قلت لك اخدت ايه النهاردة في الكلية? هتبدأ انت تعد ترد علي. احضرت كذا وكذا 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 او. واذا اتخذنا سيكشن اي اي وسيكشن ماشين ليرنينج واخدنا محاضرة كذا وتشرح في الاس ايه كذا وكذا وكذا. فانا اخدت اجابات كتير جدا بالاوبين اندت كويتشن. لو ما كنتش سألتك السأل بالطريقة دي كنت اخد اجابة واحدة بس. انت حضرت الاس ايه النهاردة ولا? بس كده. وكانت الاجابة تبقى اولا. اوقات ده بيكون مهم يعني اوقات ده بيكون مفيد وهنعرفه في الايه في السلايز اللي جاي. ان انت تسأله سأل محدد ويكون اجابته اولا. وده بنسميه closed ended questions. وفي الاسئلة دي بتبدأ تكون الاجابة با اولا او بنمبر معين او بايه باجابة واضحة بس. طب ده احنا بنستخدمه امتى لو احنا محتاجين او نفيريفايد او نفيريفايد فاكت معينة. يعني انت مثلا عندك سؤال معين او عندك حقيقة معينة او عندك داتا معينة انت شاكك في صحتها. فمحتاج تتأكد من اللي قدامك. اللي هو مثلا ايه? اسأل احمد هو المحاضرة بتاعت الاس ايه النهاردة تلغت? هو السؤال انا عايز اجابته على طول اه او لا. مثلا. مش عب اسأله انت خدته ايه وكذا ايه? زي مثلا كم كمبيوتر موجودين عندك في الدبارتمنت? كويس? فالاجابة هكون مية عشرة مش عارس ايه وهكذا. بيبقى سؤال احنا محتاجين ان احنا الاجابة تكون اه 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 واضحة وصريحة علشان بس انا محتاج ان انا اخد اه معلومة مهمة او محتاج ان انا افاريفاي معلومة عندي. اخر نوع معنا وهو في النوع ده من الاسئلة هي برضو بس بيكون اجابته مش بس بايه? برقم معين او بي اه او لا اجابته مش بتكون با او لا على قد ما انا بديلك تقدر ان انت تختار واحد منهم. يعني مثلا بقولك بقول احمد برضو رأيك النهاردة او قيم المحاضرة بتاعت الاس ايه النهاردة من زيرو الى عشرة مثلا. فهو يبدأ يقول لي عشرة فانا فمن المحاضرة كان كويسة جدا انا او يقول لي زيرو ففا من ايه وحشة جدا. مثلا. اقدر اقول اليوزر قيم الدزاين اللي انا بروحولك دولئات مثلا بتعلنتك بيج من زيرو الى عشرة. كويس. فيبدأ ان هو يقيم. طبعا مش محتاج اقول ان يعني اكيد الانترفيو مش بيمشي بنوع واحد من الاسئلة. انت بتبدأ ان انت توازن ما بينهم. مثال كويس على الموضوع ده. الفورم اللي انا ببعطه لكو بتاع الفيدباك المحدش بيخش عليه ده. هتلاقي فيه حرفيا النوعين من الاسئلة. اول واحد الرينج اوف ريسبونس اللي بيسألك بتقايم المحاضرة من كام من خمسة من زيرو الخمسة بتبدأ ان انت قايمه. وفيه سؤال تاني هو اللي بيسألك اي يعني بيقولك لو عندك اي تعليقات او اي كومنس على الليكتشر تقدر ان انت تكتب. كويس. وده بالمناسبة هو فعلا ان انت تقدر تسأله في اخر الانترفيو خالص لو حضرتك عندك اي نقطة تانية حابب توضحها او اي اسئلة حابب تسألها اتفضل. دي كده بتعتبر اوبن اندد كوتشن. طيب كده خلصنا الاسئلة نبدأ نبريبير للانترفيو بتاعنا. انت دورات خلاص ابتدت تعرف انت هتعمل الانترفيو مع مين. نفترض ان هو مدير مكان معين. محتاج يعمل البروجيكت للمكان بتاعه. بدأت ان انت تحضر الاسئلة. هو لحد دورات ما عرفش اي حاجة انت بس بتبدأ ان انت تحضر الاسئلة. بتاعتك هسأله واحد اتنين تلاتة اربعة. وطبعا جوا الانترفيو بتبدأ ان انت ايه تسأل اكتر يعني. بس انت بتبدأ تحدد كده الاسئلة هيكون بيدور حول ايه. وطبعا بتحدد كمان الهدف بتاع الانترفيو ده. تبدأ بقى ان ان انت تحضر للانترفيو نفس. للمكان اللي انت هتعمل فيه الانترفيو. وتحضر الشخص للانترفيو بتاعك. وتحضر نفسك للانترفيو. بعيدا عن الاسئلة. فاول حاجة خالص بتحدد الوقت. بتاع الانترفيو هيكون امتة? يوم ايه? كويس? وبتعرف طبعا الشخص اللي انت بتعمل مع الانترفيو ده. النقطة التانية بتبدأ ان انت تسند تسكير للشخص اللي تتعمل له الانترفيو سواء مثلا بطريقة انفورمل على مثلا واتساب. او انت تبعث له ايميل او انت تكلمه في الموبايل وتقول له ان ان شاء الله بعد تلات ايام او حاجة الانترفيو. وخلي بالك ده اللي بيحصل مثلا اللي بتعمله معنا. ده يعتبر انترفيو عادي جدا يعني. وده اللي بيحصل المفروض. كذلك انت لو هتعمل انترفيو مع كاستمر. خلينا نقور. يعني المثال الاقرب لنا كلنا اللي ممكن تكون انت هتعمله بعد الستشن دي حتى على طول. ان انت تكون شغال في ريلانسر. وهتعمل انترفيو مع كاستمر. فبتكلمه قبلها على قل بيوم. وتبدأ ان انت تقول له ان شاء الله بكرة الانترفيو الساعة كذا. هل ده مناسب معاك ولا لا. وتبدأ انت تتكلم معا. تاني حاجة حاول على قد ما تقدر تخلي الانترفيو بتاعك مش اكتر من ساعة. ليه? لان الانترفيو ده يعتبر كسر للروتين بتاع الشخص المفروض. احنا نبتقد ان هو شخص عنده يعني مشاغل كتير ووقته مضغوط. وانت بتكسرر الروتين ده بايه بالانترفيو بتاعك. فحاول على قد ما تقدر ما يبقاش اكتر من ساعة. وايس? يعني زي مثلا لو انت هتعمل الانترفيو مع دكتور عندنا في الكلية. فالطبيعي ان هو بيصحى الصبح يروح الكلية يعد تلات اربع محاضرات. بعد كده يروح البيت يريح عشان تعبين. فانت هتروح تعمل الانترفيو يعني انت كده بترخم عليه. فما تخليش الرخامة دي اكتر من ساعة. طيب. اه تالت حاجة. لازم تكون جاهز لاعادة الجدولة او ان انت تغير الماعات بتاعك فيه وقت. يعني انت مفروض انت عرف تليوزر مسلا قبلها بيوم او قبلها بيومين ان في انترفيو بكرة الساعة تسعة. لو كلمك اه الساعة خمسة وقالك معلش مش هقدر يكون عندك قابلية لده وما تقولش لا يا فاندي مش هافيو. لا ما فيش الكلام ده. اقول له تمام. اه نغيره عادي. لازم كل شوقات اكد ان هو بيسجل عشان اللي حصل فيه. تمام? طيب. اه تالت حاجة او رابع حاجة. اه تبدأ اتعرف. ماشي ما احنا عرفناه. يعني ماشي. تبدأ ان انت اتعرف المديرين بتوع المكان ده. في حالة ان انت مثلا هتقابل الاسطاف يعني مش هتقابل المدير. فلازم تعرف المدير برضو ان انت هتقابل الاسطاف. طيب. الحاجة اللي قبل الاخيرة ان انت تبروفايد اللي انت هتتكلم عنها. طيب مش شرط تكون كلها بس انت لازم تكون اكيد معرفة اليوزر عن هدف الانتروفيو ده. فتقول لقصدي الراجل اللي انت هتعمل مع الانتروفيو. لازم مثلا تقول له يا فاندم احنا هنعمل الانتروفيو ده ان شاء الله عشان نتناقش في ايه? في سعر او في البودجيت اللي احنا هنتكلم فيها بتاعة البروجيكت. انا هاخد كام وكده. ده احلى انتروفيو عموما يعني. فلازم يكون عارف ده. طيب لو حاجة اعمق من كده اكتر. فانت مثلا هتتناقشه على الانتروفيو في البروجيكت عنده. فتبدأ انت تبعث له لست بشوية اسئلة ممكن تسألها له. او انت مثلا تتناقشه عن البروجيكت عموما فلازم تبعث له لست كده بالاسئلة المتوقعة انت تسألها له عشان هو محتاج يحضرها. يعني مثلا سؤال زي انت عندكو كم كمبيوتر في الورجنيزيشن. هل الطبيعي انه هو يبقى جاي كده معاك الانتروفيو هو عارف هو عنده كم كمبيوتر. لا طبعا مش منطقة. فلازم تبقى مجهز له ان في اسئلة من دي ممكن تسأل. عندكو كم كم كمبيوتر. اه في كم موظف. اه مش عارف ايه الحاجات دي. بتبعت له لست بالكلام اللي انت هتتكلم عنه والاسئلة. اه اخر حاجة ودي حاجة مهمة جدا ويعني بتقابلنا كلنا في حياتنا العملية. ان لو فيه مهمة المفروض انها هتطلب خلال الميتنج. او خلال الانتروفيو تطلبها قبل الانتروفيو. يعني نفترض ان انت مثلا عايز ورقة معينة ب آآ بلستة الموظفين اللي موجودين عنده في الشركة. ما ينفعش تطلب ده و الانتروفيو لان انت معاك ساعة. كويس معاك ساعة يعني ساعة طايم مش ساعة فييك. معاك ساعة. محتاج ان انت آآ تخلص خلال الساعة دي بما ينفعش هو انا قاعد واحد دلوقتي يقول له طب انتو عندكو كم موظف بقى في المكان او belش كم موظف. انا تميهم الموجودين في المكان. هو هيعمل ايه? ابدأ ينادي على حد او يقوم هو ويتبع الورقة ويجيبها لك وممكن ما تكونش موجودة وكذا وكذا. انت كده ضيعت حاجتين. ضيعت وقتك وضيعت انتباهه. وانتباهك انت كمان. فلازم الحاجات دي تكون طالبها من الاول. طيب خامس حاجة وهيو بقى ان انت تعمل الانتربيو فعليا. لو تفتكروا زك شان لما راح لخيرت به. لما كان في فيلم مش عارف كان اسمه ايه. لما كان بيقول له. لا يا فندم مش عارف. لو جايب حارس للعربية فتجيب كلبي هاو هاو كل ما حد يقرف. ده ايه? ده فكرة انت تروح بقى تعمل الانتربيو نفسي. كويس? ما تبقاش زيه يعني ما تبقاش داخل كده بها ما جاية. لازم تكون عامل لازم تكون حاضر الايه? الفيز اللي هي قابلتي على طول اللي انت تعمل للايه? للانتربيو بتاعك. طيب. اول حاجة خالص بتبدأ ان انت تعرض البروجيكت اوبرفيو او تبدأ انت تتكلم. عموما يعني اترحب به كده وتتكلم عموما في. احنا هنقول النهاردة وزيك مش عارف ايه وكده. بعد كده على طول تخش في. يعني الاهم فالمهم. يعني تبدأ الاول بالمهم. اه تبدأ اصلي سوري الاول بقى اهم حاجة اعلى. للسؤال بحس ان انت. انت الاتنين لسه في اعلى تركيز ليكو. فتبدأ ان انت تاخد. اه كلام مهم منه على حسب طبعا. اه انت اللي بتحدد يعني بتاعت الاسئلة. على حسب الكلاينت بتاعها. اه. طيب اهم حاجة طبعا جوة الانتربيو زي ما انا قلت من شوية. ان انت تكون شخص بيعرف يسمع. وده مهم جدا جدا جدا. يعني الشخص اللي قدامك مش حابب انت بتاعت تتكلم وهو يقعد يهز فراسه. المفروض العكس. المفروض هو اللي يتكلم وانت تهز فراسه. كويس? لان احنا عايزين الشخص اللي احنا بنعمل عن الانتربيو اللي هو مفروض الكلاينت بتاعنا يتكلم كتير. لانه هو مفروض انت كبيزنس اناليسيس تشاطر. كلما اليوزر او كلما الشخص اللي قدامك يتكلم انت بتاخد منه من غير ما هو يقول حاجات اللي هي علاقة بالريكوارمنس. يعني هو مثلا اه ممكن هو هو بيتكلم معاك يحكي لك اصلا عن الموقف حصل له النهاردة فانت تاخد منه بناء على الموقف ده. تعرف ان هو ما بيحبش لون معين. تعرف ان هو اه بخيل مثلا. ده ممكن. تعرف ان هو الفلوس بالنسبة له مش كتير. نحن كتب عمل انتربيوه قريب مع مع كلاينت من طريق كلامه مش فاكر عن اي حاجة معينة كده عرفت ان هو مثلا اه يقدر يدفع حاجة فلوس اعلى من البدجت اللي انا كنت محددها مثلا للتيم. فبناء على ايه بدأت ان انا اطلب اعلى? اعلى ايه? فلوس اعلى. ده بناء على ايه? بناء ان انا عادت اسأله. وبدأت ان انا ابني معا يعني علاقة ودية كده ان خليته يخسر الحاجز اللي ما بدنا ويقدر يحكي عن اي حاجة حصلت مش عارف كان بيهاير مين ودفع مش عارف قد ايه فانا عرفت ان هو يقدر يدفع مثلا يعني. فده مهم جدا ان انت تلسن مش عارف ايه يعني تلسن للكلام اللي بيتقال فعليا تبقى مدرك الكلام اللي بيتقال وكمان الحاجات اللي مش بتتقال بالكلام انا مثلا بيبدأ ان الناس اللي بتكلم بايديها تبدي له اهتمام ان هو مثلا يعني ايه? مش عارف اشرح بس انت دي حاجات في لغات الجسد فقط انت تذكرها. تكون مثلا مركز مع ايده هو بيتكلم تبدأ ان انت بحركات براسك معينة تبدأ ان انت تفاهمه ان هو ان انت مهتم جدا بالكلام اللي بيقوله ده فعلا مهم جدا ومحتاج ان انت فعلا تقرأ عنها. طبعا لازم خلال الانترفيو بتكون انت بتكتب بوينتس كلا من الكلام اللي هو بيقوله لان من خلال بوينتس دي تقدر انت كاريت اسئلة لايف وهو بيتكلم معك وكمان في اخر الميتنج هتبص كده وتحتاج ان انت تسامرايز كل الكلام اللي تقال عشان تتأكد ان اللي انت خدته منه هو فعلا اللي قاله. كويس يعني ما تكونش انت فهمت حاجة غلط. فمسلا في اخر الانترفيو تقول له يا فاندم خلاص كده مفروض البدجيت هتكون كذا وتقريبا احنا اتكلمنا عن كذا وكذا 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 والبروجيكت المفروض يخلص تقريبا في خلال من شهر لشهرين. آآ ومفروض ان انت هتدفع مثلا على ثلاث دفعات كل مرة ادي كذا. تمام? هيقول لك تمام. بس انت لازم تتأكد من الحتة دي وفي الاخر خالص تشكره وتقول له ان انت مثلا تشرفت بان انت اكلمت مثلا معاه وان الانترفيو كان مفيد جدا وان شاء الله الدنيا تبا سيقول في الفترة الجاية مثلا يعني كويس. وزي ما قلت اخر حاجة انت بتكونفيرم يعني بتاع ان انت فاهم وانه هو وانه هو فاهمة. سأسألة انت سألتها له او هو اجابات اجابة عليها. رب بدء الحتة دي يكون ماضحة. اخر حاجة او الحاجة القابلة الاخيرة بتبدأ ان انت تدوكومنت الانترفيو. زي ما قلت انت بتدوكومنت الانترفيو على اول فيز وانت قاعد معاه بتبدأ تكتب في مينيمال نوتز بتبدأ انت تكتب كده تشغبط. الشغبطة دي ليها معنى يعني. بتخليك انت تربط افكار ببعضه مش عارف ايه. تبدأ انت تكتب النوتز دي. وكمان بعد الميتنج على طول لازم بعد الانترفيو على طول تبدأ ان انت تقعد سواء انت معاك تيما لوحدك. تقعد على طول تسترجع الكلام اللي قاله وتبدأ انت تكتبه بشكل منظم. مش منظم من حد يشوف ومنظم لك انت. اللي هو ايه? الاسئلة والاجابات اللي هو جاوب عليها. طبعا يفضل ازا ده مسموح ان انت تريكورد الميتنج ده طبعا بموافقته. وما يكونش حاجة مزعجة يعني يكون مثلا موبايلك على جنب من غير ما يكون منور كده ومباين ان انت بتريكورد علشان الكمميونيكيشن اللي ما بينكو ما يبصش او ما يحسش ان هو اه متوتر او حاجة. وطبعا لو نفع انت تريكورد ده هيكون افضل كتير زي ما قلت لان انت تبدأ تاخد الكلام تعيد نفس الكلام تاني من غير ما تكون نسيت حاجة اه. اخر حاجة معانا وهي الانترفيو. يعني انت ممكن تبقى تقرروا الكلام ده مشاكل معينة ممكن تحصل طيبا دي مش علينة في المنهة يعني مشاكل معينة ممكن تحصل ازاي تتعامل يعني تطيروا اكثر بان هنا مش كاتب تفاصيلي يعني انت ازاي تتعامل مع شخصا مسلا بيعملك واحد جوا الانترفيو. اه سوق فاهمة حصل خناءة حصلت كذا كذا. لازم الكلام ده تكون عارفه وجديا ابحث عنه ومش علشان هي مادة علشان ده فعلا شيء مفيد لك انت. يعني ده بيخليك شخص جدا 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 معينة كلسه طالب. فانت بس ان انت عارف اول انطباع زي ما يقوله ده بيكون اهم انطباع. فانت رايح تعمل انترفيو مع كلاينت عشان في الاخر هيديك فلوس يعني خلينا نكون صراحة ايه. هو في الاخر هيديك فلوس. فانت اهم حاجة عندك ان العائد سواء بقى مادية او غير المادي. اللي هيجيلك من البروجكت ده يكون اعلى حاجة. الانترفيو عامل مؤسر جدا 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 جدا. اهم من شطرتك يمكن. في ان انت تقنع البيوزر بيك او الكلاينت بيك. طريق كلامك اه فهمك لي اه تنظيمك. كل الكلام اللي قلته فات اللي هي 7 بروزز اللي احنا اتكلمنا عنهم. ده بيفرق جدا بالنسبة للكلاينت وفعلا بيبين ان انت شخص. بروفيشنات حتى لو انت لسه عارف من سنة مثلا ولا حاجة. لان في ناس كتير عملكها وما عرفوش يتكلموا. فالدنيا بتوقع منهم خالص. ما عرفوش يتكلموا. ما عرفوش ياخدوا حقهم. ما عرفوش يطلبوا سعر مناسب. ما عرفوش يقنعوا اليوزر باللي هم عايزينه. ما بيعرفوش ياخدوا سليمة. فبعد كده يرجعوا يكلموه تاني وهكذا. فلازم تركزوا في اللي عادوا دول. واخر حاجة يعني كل اللي احنا كنا نتكلم في ده هو عشان ناخد من اليوزر. ففي تكنيك تانية احنا قريدي تكلمنا عنها قبل كده. زي الابزير في انت في المرحلة دي بتبدأ ان انت بس تقعد. انا قلت الكلام ده قبل كده بس مش فاكر قلت فيه بصراحة. ان انت تبدأ بس تقعد كده في المكان وتبدأ ان انت ايه بتشوف البروسيس ماشية زي. لما جينا قلنا المثال بتاع عشقون الطلبة ان انت تقعد وتشوف ازاي بتعامل مع الموظف اللي قاعد في الشباك. وازاي بتنتقل من الشخص اللي على الشباك للنس اللي جوة وازاي بيقفلوا الشباك الساعة التسعة الصبح بيقفلوه في وشك ويقولك ما خلاص كده. ده لازم تتابعوا ايه. تاني حاجة برضو ده الكلام ده احنا قلناه. فكرة ان انت تبحث عن مشابهة لللي انت رايح تعمله. وبناء عليه بتاخد حاجات مشتركة ما بينكو وتطبقها هي هي. اخر حاجة مش عارف ايه. ان انت تبدأ ان انت تبعت تبعت لليوزرز بتوع يعني اليوزرز او خلينا نقول التارجت اوديونس اللي انت متارجتهم للبروجيكت بتاعك او للبروجيكت بتاعك كلاينت تبدأ ان انت تاخد منهم كومينس او توقعات هم متوقعينها ان البروجيكت ده يكون فيه الفيتشرز. يعني فكرة بالمناسبة احنا عملنا نضاف رفيقي. انا اقارفكم برافيقي انا عارف بس انا بحبه جدا يعني. احنا عملنا كده لما نزلت بوست من كام شهر. وقلت تفتكروا رفيقي ده هيكون بيقول ايه بوستة عندها فيسبوك. وناس كتير كتبت حاجات في الكومينس ما كناش عاملين حسابها كاتين. ودلوقتي بقت فيتشرز موجود. بناءة على ايه? بناءة ان انا خدت من يوزرز محتملين كتبوا كومينس بس على فيسبوك. وبدأت ان انا اجمع الكومينس دي وعملنا لها فلويت مع بعض كاتين ولاقينا ان ده مسموح يعني وممكن يتعمل فيها. وكذلك الفيتباك بقى يبقى فيه مثلا فيتشرز ما فيدباك. طول ما انت ماشي في البروجيكت ممكن انت كيوزر تقول اه لو في كذا موجود البروجيكت هيبقى جامد او السيستم هيبقى جامد. فتبدأ انت تروح تكتب الكلام ده في الفيدباك. فاحنا ناخد منك. مع انك انت مش مدير المكاني. طيب تقريبا دي الحاجة الاخيرة تقريبا. ان احنا زي او يعني يعني ايه موديل ويعني ايه موديل. كويس. الموديل بشكل قسيط او الموديلنج يعني ان اتنين تقريبا واحد. فكرة انت بتا تدفاين الريكوارمينس. طيب انا خلاص خدت الريكوارمينس ابتدي ان انا اعملها بشكل محترم. ابدأ ان انا اوضح فعليا الريكوارمينس اللي انا اجابات الاسئلة تقريبا اللي احنا خدناها في الانتروفيو او ايا كان احنا اخدنا الريكوارمينس بشكل عامل ازاي. نبدأ ان احنا ندوكمنت الكلام ده بشكل واضح. طبعا التيبس كتير. بتبدأ ان انت تدوكمنت الكلام ده تكيس تعادي بالانجليش او بالعربي. يوزر شود مش عارف ايه. يوزر ماست مش حاجات كده. بتبدأ ان انت تكتب الكلام ده. او او بشكل جرافيك ان انت تعمل اكتيفة دياجرام او يوزكيس دياجرام او او حتى يو اي ديزاين. كل الحاجات دي تعتبر موديلنج للريكوارمينس اللي انت خدتها. اخر حاجة ماسيميتيكال مش عارب صراحة بتتعمل ازاي بس ده موجود يعني. وديهم ال دياجرامس زي كلاس دياجرامس. والكلام اللي هو عليه علاقة اكتر بالاو او بي والكلام الجميلة. طيب هنتكلم على ليه تعمل موديلنج. فيعني اظن الكلام واضح من قبل يعني انا حطت الكلام ده بس عشان هو موجود يعني في الكتاب. لكن يعني انت محتاج تعمل موديلنج ليه? علشان توضح بشكل اكبر لكزا حد. اول لهم ليك انت. وللتيم بتاعك. اه يعني اكيد التيم مش هايفة مش تقبطة اللي انت كنت كتبها في الانتروبيو ده فلازم تعمل موديلنج لموضوع ده. ولازم تعلى بالموديلنج على قد ما تقدر. يعني بعد ما كتبت الريكوارمينس في دوكومنت عادي بشكل بانجلش او حاجة تبدأ تحول الكلام ده لاكتيفة دياجرام وتحول لاكتيفة دياجرام ليوسكيس دياجرام وتحول ليوسكيس دياجرام للدياجرامس كلها المهمة اللي انت مفروض محتاجها. كلاز دياجرام مثلا ERD. كل الكلام ده وبعد كده كله يترجم لـ UI design. فبالتالي. على على مدارة كل الدياجرامس اللي انت عملتها اللي احنا بنسميه اللي احنا ممكن نقول عليها موديلنج يعني. اه انت باعت بتفهم الكلام المكتوب. في دياجرامس. كل الدياجرامس المفروض ان انت ك تفهمها. في دياجرامس معينة اليوزر هيقدر يفهمها زي اليوسكيس دياجرام والـ UI design. انتقدر توريها لليوزر. فبناء على اليوزر يبدأ يقول لك اه هو ده اللي أنا عايزة او لأ. وان انت كده ترجمت الكلام اللي هو قاله الحاجة هو فاهمها. وحاجات تانية بقى زي ما دكتور عمر كانت كلم. دي اعلى بقى للمديرين. يعني حاجات مختصرة قوي زي بتختصر او الدنيا وبتعمل لها ان بس ايه بتبين للمدير ان ايه عندنا سيستم وفيه خمسة اكتر بس مثلا بيتعاملوا مع السيستم دي. وشكرا على كده. ده بيتحقق بال. او داتا فلو ديجرام وديجرامات تانية كتير. بس وطبعا مهم جدا ان انت بتمودل طبعا علشان احنا بطبعنا بطبعنا كبناء ادمين اكيد بننسى. فلازم تكون عامل بشكل واضح. لكل الكلام اللي احنا محتاجين نكون عارفينه. محتاجين نكون عارفينه عن البروژيكت. وكل متشالة في مكان اللي كله عارفه. عشان في ايه وقت محتاج ان انت تتأكد من حاجة معانة هو السيستم. خلينا نقول ان الريكوالمينس دي هي العمدان او هي الاساس بتاع اي بيت او بتاع اي بروشك. فلو هي تعبانة الدنيا كلها تبقى تعبانة بعدها. فلازم تكون متاخدة صح ولازم يكون معمول لها مودرينج صح. بس اخر حاجة هنتكلم عن ان انت ازاي تدوكمنت الورك فلو ده بقى نوع مخصوص من الديا جرامز. الورك فلو ده اللي هو سيكونس او بروسسينج ستيبس. ان انت بس ما تقول ان اليوزر مفروض يعمل sign up بعد كده لوج ان. بعد كده عنده option ان هو يعمل sign out او look out بعد كده مفروض يفش للسيستم. جوه السيستم يقدر لو هو admin يقدر يعمل كذا لو هو مش عارف ايه يقدر يعمل كذا بعد كده يقدر يعمل result تھاني من جوه بعد كده يقدر يعمل يعني بتبين الفلو بتاع اليوزر. وطبعا ده مهمة جدا 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 جدا. وده مهمة جدا ان انت يعني من اهم الحاجات اللي بتوضح بشكل واضحي جدا جدا يعني. من تطبيعات الوركي فلو هو الاكتيفتي دياجرام. الاكتيفتي دياجرام ببساطة شديدة بتوضح اليوزر او السيستم اكتيفتيز اللي موجودة جوه السيستم او جوه البروجيكت بتاعه. بس زي ما انا بس اقامل شوية بتوضح اليوزر هيروح من فين لفين? او السيستم هيروح من فين لفين? بس. الاكتيفتي دياجرام اه انا هشرحه بشكل الاكتيفتي واليوز كيز دياجرام مش حابب ان انا عيده هنا تاني لانه كنت شرحه بشكل مفصل في الفيديو اللي هو 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 قويل شوية بس انت ممكن تجريه يعني لو انت تالتة. لو تانية فانت مهمة جدا انت تسمعه كله. ممكن تبدأ من الديئة اربع يعني بسهل عليك وهو اربعين ديئة انتو بدأوا من الديئة اربعة عشان ايه? اربع دقايق هيفرقوا معك. بس هو جوه ممكن تجريه بس هتلاقي بقى لو انت في تالتة زي ما قلت يبقى سريع على الاكتيفتي دياجرام والليوز كيز دياجرام بكتير عليها وحاجات مفيدة جدا. ولو انت تانية فلا مهم جدا ما تجريهوش يعني اسمعه هو هو. لانه مفيد جدا لك سواء للمادة ديئة او حتى للصفت وليه. وبس انا كده خلصت يا رب تكون لطيفة. حابب ان انا اسمع منكم بلاش تطلعوا يعني لو في اي اسئلة او حاجة اقفل بالنسبة للناس اللي في اليوتيوب واسمع منكم.